ليس ذلك فحسب إذا نظرنا أيضا بسرعة نجد أن هناك تطورات في الاتجاه بين قوسين إيجابي وهو أن عودة العلاقات التركية المصرية على مضب وأيضا بخطوات ثقيلة لكن يبدو أن الأتراك ونتيجة لوجودهم في معارك لحد الآن نظرية مع عدة دول ورعوا أنهم ربما تحسين علاقاتهم مع مصر السيسي يكون في مصلحة الدولة التركية ونظام التركي القائم ولذلك بدأت بعض العلاقات آخرها كان اليوم كان انتصال ما بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية التركي رسميا باسم أنهم تبادلوا التبركات والتهاني بمناسبة رمضان ولكن في الحقيقة شاهدنا هذا في العلاقات قبل فترة وهو أن المصريين سيسي يعني رأى أن ترامب ذهب رحل ترامب كان يدعمه بقوة وأن الديمقراطيين قد يضغطون عليه بشدة وبالتالي بدأ من أن يعمر قام بتنازلات في اتجاه الأتراك والأتراك أيضا قام بتنازلات في اتجاه السيسي لأن أيضا ديمقراطيين أسوأ بالنسبة للأتراك أسوأ لا ننسى أن محاولة الانقلاب في جويليا 2016 كان وراءها الديمقراطيين يعني يومها كان بايدن يعني كثير من المصادر التركية والغربية تقول أن بايدن أعطى الضوء الأخضر للجهات التي حاولت القيام بالانقلاب على أردوغان وأردوغان بالنسبة إليه هذه طبعا وبالنسبة للأتراك كانت ستكون كارثة حقيقية ولذلك بالنسبة للسيسي وبالنسبة لأردوغان الاثنين يجدون أن عودة بايدن إلى السلطة في أمريكا باعتبار رئيس هذه المرة ليس في مصلحتهما وبالتالي تلاقيهما قد يكون يخفف من الضغوط الأمريكية عليهما كلاهما ضيف إلى ذلك أن أيضا السعوديين بقيادة أبو منشار بن سلمان واضطروا إلى التصالح مع القطريين المصريين أيضا تبعوا في هذه المصالحة الإماراتيين ما زال يعرقلوا هذه المصالحة لكن هذه الدول فهمت أن رحيل ترامب ليس في مصلحتهم وأن الديمقراطيين خاصة بالنسبة للسعوديين أيضا قد يكونون مشكلة بالنسبة إليهم فكلاهما يريد أن يجد بعض العلاقات أو يخفف من الخصومات الموجودة لديها لدفع الثمن في هذا هو جزئيا المعارضة المصرية صحيح ما زال ما مستهمش الأتراك وما سلمهمش إلى آخره ولا أعتقد أنهم سيفعلون ولكن على الأقل من ناحية الإعلامية وجدنا أن القنوات التي كانت تتحدث بكل حرية عدة قنوات مصرية معارضة للسيسي في تركيا أعطيت لها تعليمات بأن تخفف لهجتها وأن لا تتعرض للسيسي شخصيا وأن يكون انتقادها في حدود مقبول بين قوسين ومقبول هذه كل واحد يفسرها كما يشاء طبعا الأتراك أيضا في ليبيا مع المصريين وجدوا بعض الحلول لأن التدخلات الخارجية فرضت وضع معين في ليبيا لم تقبل به مصر تماما ولم تقبل به تركيا تماما ولكنه خفف عليهم لأنهم كادوا كاد المصريين والأتراك أن يتقاتلوا في تركيا في الصيف الماضي يرون أن ربما تدخل الأمريكي الآن الأمريكيين الآن أخذوا المبادرة في ليبيا وهم الأكثر قوة الآن بعد ما كان في عهد ترمب فقدوا زمام المبادرة تماما هناك طبعا الإيطاليين أيضا عندهم دور اللي خسروا في الآن هما الفرنسيين والمصريين والإماراتيين والسعودين وإلى حد ما الأتراك أيضا اللي ربحوا هما الألمان والإيطاليين والأمريكان في تركيا مع وجود هذه الحكومة اللي تسمى حكومة الدبيبة الدبيبة نظن أسمو نعم واللي بالمناسبة اليوم راح موجود أيضا أو أمس موجود في تركيا